السلام عليكم ليشاف معكم شاف والد إن شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم لا بس رجعت لكم اليوم بهذه الوصفة اللي على بالي بلي كامل تحبوا لي بني قلت اليوم وعلاش لا لا نشارك معهم الوصفة اللي مدارين نستعملها في البيت ونخدم بيها بزاف معليكم غير تتبعوا معي مقادر الوصفة وطريقة التحضير أول حاجة نقوله باسم الله كالعادة عندي هنا المقادر نكتب لهم لكم كامل هنا في الفيديو وإذا نكتبهم لكم في صندوق الوصف عندي رضلة فارينة تكون مغربلة ونحطها بجيها ميتين وعشرين مليل لتر الحليب واربعين مليل لتر الزيت والمقادر الأخرى نعود نكتبها لكم كي يكون نطبق في الوصفة دوك ميتين وعشرين مليل لتر الحليب اللي هو كاس اللي مدارين نستعمله دايماً تا ميتين وعشرين مليل لتر مدارين تشوفوا معي هذا الكاس نضي شوية الثالينة نضي لها فغي سيبيون ماشي بزاف دوك ونكملها نضي لفوقها شوية الحليب ماشي حاجة ونزيد لفوق هنا يا عشر قرامات التاع خاميرة العجين واربعين قرام تذكر ربعين قرام تذكر ما يعدل جمال لعق أكل تاع تاع الأكل جمال لعق أكل أسمحوا لي جمال لعق أكل والخاميرة كيميائية ملعقة أكل تكون ماشي مملوقة بزاف وماشي ممسوحة بين ممسوحة ومملوقة جيداً واللي عنده ميزان يدير عشر قرامات تاع خامير تلعجين ما تكترويش الخاميرة بزاف بازكر أنا في زمان الصيف سخانة راهي دوك مش متفسد للكمش الحاجة خليهم يتفعلوا هذه الخالي التاع نخلط جيداً نخليهم يتفعلوا لي لمدة خمس دقائق من جهة أخرى نوضع في غي سيبيون ولا فلا كيف تلبيتخان ولا تحبوا تخدموا بيتكم ولا بالبيترا كيف كيف أنا نحب نستعمل البيترا بش تجيني طريقة سهلة ومن غنجقش الدنيا قاعد بيدي يا فهمتوني دوك هنا يدرت هدك السكر مع الحليب مع الفارينا نوضع فوقهم ضافاني ديك سخيد ضافاني ولا ضافاني أون بودر انتو ما وش كان عندكم فقدنا أضرب لفارينا كاستحليب 40 غرم سكر اللي هو مجمعة غارف كبارة مع السكر ودعتهم ا 잘못 Il pedir إنهе نقوله ان impose 40$ مع 100 class يساوي 60 مانلي لت chuck Sand وكان أستمران 40 مانلي لت exercice دوكنتاو ما بين 4 و 1 و über 4 ميدا 6storm هنا قدرت أحب بيت تكون كاملة أولاد الجج مع زود صفار بيت بيضة كاملة زود صفار نوضح كل شيء في البتخان ونضع الكروشي ومشي الفوي نضع الكروشي بسبب هذا الماليبني يجب أن ينضلكه وماذا يعني؟ يجب أن يتعركه يتعركه لكي تأتينا مليحة وتأتينا آيغة كي عاركتها شوية برك هذه الخليطة الخميرة التي تفعل لي بجاز خمس دقائق نضيد نضيفه هنا عفونا نضيد نضيفه فوق هذه الخليطة التي كي ما ركو تلاحظو ونخلي كل شي ضار دوك هكذا نعمل نشعل البتخان نخلي كل حاجة ضار بو الفارينة اللي يستعملوها كاي اللي تشرب بزاف كاي اللي ما تشربش بزاف دوك أنا مديك لكم فارينة نوعية ملياها تحبو تدي روسي ملائي حاجة وحدو غيرا انتوما والاختيار يرجع لكم لكم المهم لاشتوها شربت لكم بزاف تقدروا تزدوها شوية الحليب هنا يقدرت ثمانية قرامات تعلاملح ليها ملعقة قهوة تعلاملح مع لا مارغارين هنا ولا زبدة خمسين قرام زبدة ولا لا مارغارين تكون بدرج حرارة الغرفة ليها تكون ملعقة أكل ونصف متاع زبدة ضيت لكم كل مقادير بالميزان وزيت مدهتهم لكم بالملعقة أكل هقدار يحب يجرب الوصفة ومعندوش ميزان في البيت يقدر يتحصل على نتيجة مرضية وتانيك تجيكم مليحة دوك هنالك عاود تعجنتها كامل لمدة خمس دقائق بالكروشي تعاود تتعجن لمدة خمس دقائق رشيت شوية فارينة لقتها تتلاسق بزاف رشيت شوية فارينة فوقها زيت عليها واحدة أربعة كاستة فارينة بس قلقتها تتلاسق وتلكم كاين فارينة اللي تشرب وكاين فارينة اللي ما تشربش عاود تنحيتها من البيتخان رشيت فارينة كيفتر بها تخانتي شوية فارينة ودعت العجينة ونغطيها بابي سيلوفان ولا بابي فيلم ونخليها ترتاح حتى تضاعف الحجم دوك هنالك نعرف بليك نفس خانة بزاف دوك تمتم تخمر لكم العجينة انا جالست لي هنا يعني نسب ساعة تخمر لي العجينة انتو ما تقدر تاخد اكتر تقدر تاخد قل على حساب الغرفات تاكم اذا كان فيها الحرارة بزاف ولا ما فيهاش الحرارة بزاف انا المهم ضعفة الحجم اعاود تحبطها فوق سطح العامل رشيت شوية دقيق ابيض اللي هو الفارينة كي يمزف من بلدان المشارق العربي اما يقولوا لي مرانش نفهمو وش معانتها فارينة الفارينة معانتها دقيق ابيض دوك هنالك متعدد الاستعمالات دوك هنالك نفتح لابات التاعي كما كنت لاحظوا ندل الفارينة من تحتها برك بالاكو نعاود نكرر نعاود ما تفتحوهاش رقيقة لو كانت تفتحوها رقيقة اللي بنيتواكم ما رحش يخمرو لكم وما يتنفخو لكم شو المقلة ولو كانت تفتحوها خشينة بزاف يجوكم مع الجنين دوك توما ما تفتحوهاش رقيقة ما تفتحوهاش خشينة وقلوو ملاباليش واحد سنتيمتر اقددك النسف سنتيمتر اقددك 200 سنتيمتر نسف سنتيمتر صفر راسل 550 ميليمتر او 7.5 سنتيمتر عفوين دوك هنالك فتحت هاشتوني ما فتحتها شرقيقة بزاف ومش يخشينا شيخشينا خشينا بصحب كماما يكفيها اي بيو سر ايضا دو كنتو ما كيتفتحوها شوفو نرفضهم فاصل ما نوضحهم فوق سينية فرشت فقها ورقة طهي ورشت شوية الفارينة تقدروا انتو ما ديركتو ما اه صينية تعكم ترشت فوقها شوية الفارينة وتوضوها للداخل اذا ما كاش عندكم بابي كويسون انا بابي كويسون يساعدني بزاف العمل التاعي اعاود طميت ليشوت هادو كلين نحيتهم اعاود طميتهم وهنايا نعاود نفتح لابات التاعي نخلوها باك ترتاح شوية ديبليشت نخلوهم يرتاحوا خمس دقائق ونعاود نفتحوهم بشي تفتحونا فاصل ما جاوني اليوم خمستاش نحباتها هادوما ليبني شوفونا قربت لكم الصورة باش نوري لكم بلي ليبني تبايرهم خمروا لي نخلوهم يخماروا لمدة ربعة ساعة حتى العشرين دقيقة قتلكم هنا ما تبدوش تقلو فيهم حتى يخمروا انا قسمة كمهة الحبات التبعي لما عندهم كانوا عندي خسلتهم كامل بعدها عاودت وليت ربعة ساعة لقيت كل حاجة واجدا سخنت الزيت كانت معلوة الابتي فيه سخنت الزيت التاعي وبيجي تنقلي فيهم دوك تشوفو هنا كيفاش يبدو يتنفخوا شوفوا بركة الزيت كيفاش رها مخفف سبحان الله ونذيري جو كل قطن هنا يا سمحوا لي يدي هنا جينيتكم هنا يا شوفوا كيفاش نقلي بهم شحالي يجوا بحمرين وتاني يكليبني بيش يجوكم ملح وبشتعرفوا بلي كتوكم ملح انتوما لازم يديرو لكم الطابقة البيضة اللي يجي في لي كوتي شوال هنا يا شوفوا شتوا تلك الطابقة البيضة اللي يجي في لي بوغدور هاديك لازم تخرج لكم شفوانا هاكدا ما انتهرهم طيبين جيدا هاديهوما ليفري بني اللي كانوا يديروهم ناس زمن بركة انا يف كيكون نعجن فيهم بالاخر اندي هاديك جو مغارفتع زبدة بشي جوني ملح بسكو قد مد نديرو زبدة قد مد لكم لها بشي تكتروا صافيك تكتروا مغارف شيفيزن مي زبدة يتمدلهم هاديك الخفة والطراوة ويجو بزاف بناء لو كانوا نتربوهم بهات طريقة ثم مخسرتوا له غير من نحوهم المقلة نقطرهم الزيت نديرو فوقهم السكر انا هنا كنت نفرش بالعضو نرشم السكر منا ومنا وصيبوهم لهم موجدين نعرفوا بلي لبنيين تكلوا سخونين تقدروا تحشوهم بالداخل ولا بالشوكولة كما اليوم أنا حشيتهم بالشوكولة بسكو يفضل يحبوهم بشوكولة دو كنتو teve مشكلة عندكم في مكافيار اصواتك درو أنقلم هو مه을 míniley نعم تحبو يديروهم بالشوكولة تقطيني تحبو يديرو معجون تاريف خاز دوك الدوق يقعد لكم تحبو ما تديرو له وعلو ما تديرو له وعلو يقعد للأصل أصل بني هكذا نكمل نقلدي الكمية اللي قادت لي كامل قلت لكم 500 كرام تفارينة تخرج لنا 15 كرام تفارينة تخرج لنا 15 كرام تبيني دو نكمل الوصفة التي هي كامل نكمل نقليهم نسكرهم كامل من فوقها بسكرها كخيستاليزي وشوفوا هنا كيف نخليهم يبردوني وحد شحال عشر دقائق عقدك نشط كشعف ساموس ولف كوتي ندي لهم تقب صغير ونحشيهم بشوكولة تغتيني داتها فلابوش ونعمرهم بشوكولة فلا طريقة جد بسيطة هذا معك دو كشكل تحهم راهو يتكلم بنفسه اكو تشوفوا حبل هيكا في الوسط دبتها لشكل تفيرة شغل حلية تحربوش ما حربوش وتفرتهم وقليتهم بسكوية قاعدة لما الأخير شوية عجينا ما لقيتش نذير بيها دو كمحبش نرميها نفسها قليتها وكلاوها في الدر عجبتهم كامل دو كفلا هاده هاده ملي بنيتا وعنا وصفة أبسط من هدية مكاش القوانتيتي تخرج لكم 15 حبة دو كافرات أسلاتيكم إذا كنتوا في سبعة كامل تاكله زوز 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 صافي يجوكم حسب هذا ما كان ذوك فالا ليحبي ضاعف الكمية ولا أنا عندما ترط الفارينة تما ديروا كيلو فارينة إذا تتكسح ليب ديروز كيسا الحليب إذا درت مغرفة خميرة ديروز ما عرف خميرة كل حاجة ضعفوها ويخرجوا لكم ثلاثين حبة ذوك الأمر يرجع لكم ليكم صدقوني باللي كيجو خفاف وملح حميد من الداخل ويجو فارغين شوفوا الصورة هلا يتودح لكم كيفاش يجو فارغين من الداخل ما شاء الله دوك أني حبكم كامل تجربوا هذه الوصفة تباتوا لي الطبيقات تاكم في الانستغرام وخلوا لي تعليقات تاكم وأي وصفةكم حبين نجربها معكم اكتبوا لي في التعليقات نقرأ كامل تعليقات تاكم نقولكم تهلو بالزفر وحديكم رح نتلاقه في وصفة أخرى عن قارب مع سلامة